تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر واحد وخمسين بالمية الحل التقدير الإجابة عشرة ب 27 بالمية زائد 43 بالمية الحل الناتج سبعين بالمية جيم 86 صحيح و 25 بالمية ناقص 15 صحيح و 4 بالألف الناتج 71 دال 30 ناقص 11 صحيح و 3 بالعشرة زائد 9 صحيح و 8 بالعشرة بين قوسين الناتج 9 صحيح ثانيا املأ الفراغ الآتي بما هو مناسب من الأعداد لتكون المسألة صحيحة عنا فراغين رقمين مطروحين من بعض ولكن أعطينا الرقم بعد التقريب الرقم في السطر الأول بعد التقريب يقرب إلى 3 و 8 بالعشرة سنطرح منه رقم آخر ويقرب الرقم الآخر إلى 7 بالعشرة ليكون ناتج الطرح 3 و 8 بالعشرة ناقص 7 بالعشرة 3 و 1 بالعشرة ما هما الرقمان؟ الرقمان قد يكون 3 و 79 بالمية ناقص 71 بالمية ثالثا قدر بأكثر من طريقة طول السور اللازم لبناؤه ليحيط بحديقة منزل مستطيلة الشكل طولها 6 و 5 بالعشرة متر وعرضها 4 و 3 بالعشرة متر ثم قارن إجابتك محددا أي طريقة تقدير هي أكثر دقة و لماذا؟ حسنا يمكن أن يكون طول الحديقة 6 صحيح و 53 بالمية وعرضها 4 صحيح و 31 بالمية لنتمكن من حساب طول السور سنجمع العددين ونضربهم العدد 2 6 و 53 زائد 34 بالمية ثم نضرب المجموع في 2 سيكون الناتج لدينا 21 و 68 بالمية سنضع رقمين آخرين مثلا 6 صحيح و 48 بالمية زائد 4 صحيح و 28 بالمية نفس الطريقة اللي معرفة طول السور اللي لازم بنائه سنجمع العددين ونضرب الجواب ب2 سيكون الناتج 21 صحيح و 54 بالمية باقي السؤال أنه أي الطريقتين أدق؟ طبعا الطريقة الأدق هي أن نقرب لأقرب جزء من ألف مثلا عشان إحنا عم نبني سور وشي فعلي مش أرقام وبس فبيكون أقرب للواقع السؤال الرابع أذكر أمثلة على عددين عشريين ناتج جمع هما 84 تقريبا مثلا الحل 80 صحيح و 2 بالعشرة زائد 3 صحيح و 601 بالألف السؤال الخامس أذكر أمثلة على عددين عشريين ناتج طرح أحدهما من الآخر 20 تقريبا الحل يعني مثلا 54 صحيح و 801 بالألف ناقص 34 صحيح و 9 بالعشرة السؤال السادس والأخير في هذه الصفحة قدر سامي ناتج جمع 4 صحيح 17 بالمية زائد 14 صحيح و 25 بالمية بالعدد 18 ما رأيك في تقدير سامي هل هو صحيح أم خاطئ حسنا الحل التقدير صحيح إلى اللقاء في الدرس القادم